مطالبات بالإفراج عن شاب عمني معتقل في الإمارات طافت مواقع التواصل عبدالله الشامسي 21 عاما شاب من أب عمني وأم إماراتية الشاب غادر منزله في الإمارات في شهر أغسطس آب عام 2018 وانقطعت أخباره إلى أن داهم الأمن منزل العائلة وفتشوه بالكامل بعد شهر من حادثة الاختفاء وصادروا هاتفا وحاسوبا حينها علم الأهل بأن ابنهم معتقل عند أمن الدولة الإماراتي لم يعلم الأهل في البداية أسباب الاعتقال فقد رفض الأمن إعطاءهم أي معلومات عن ابنهم إلى أن تداول الناشطون خبرا مفاده أن المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد عبدالله الشامسي وذلك بعد قرابة عامين من اعتقاله وتهمته هي الصلاة تربته بدولة قطر أم عبدالله كانت قد ناشدت السلطات الإماراتية من أجل أن تخلي سبيل ابنها لكن دون ما جدوى لتعود مرة أخرى مناشدة بفيديو أخفت فيه وجهها مناشدة حاكم عمان السلطان هيثم بن طارق من أجل إنقاذ ابنها الذي قالت إنه بوضع صحي حرج وحطي لتهم أنه عمره 17 سنة اليوم أوعى على خبر أنه عبدالله مؤبد عبدالله مريض نفسه مريض جسدي كله واحدة عنده بس واليوم نصدمنا به الخبر وين استوتها في الكوانين الدولية ما استوتها يعني صغير من حكم مؤبد هاشتاغ المطالبة بالإفراج عن عبدالله لقي تفاعل كبيرا فمختار علق تخيلوا كل ذلك بدأ وهو في سن 17 عاما نقول لكل من راهنا على العدالة والتسامح هناك بأنك خسرت الرهان سناد قال يسجنون ولدا صغيرا بتهمة باطلة وتحقيق تحت التعذيب الموضوع هذا ما ينسكت عنه أبدا حامد طلب بالتريث والتأني وعدم إطلاق الأحكام جزافا من دون معرفة تفاصيل القضية وحيثيتها وأشار إلى أنه يجب احترام قوانين الدول الأخرى بدرية العجمي غردت كل واحد فينا معرض للاعتقال بمجرد الدخول إلى دولة الإمارات وتلبيس أي تهمة باطلة بحق أي شخص لدى على كل عماني تجنب الذهاب لدولتهم علق عز الدين عبد الرحمن 17 عاما يعتبر حدثا ولا يعامل كرجل مسؤول إلى بعد سن 18 عام دوليا أعتقد أن الإجراء خطأ وبحسب منظمة حقوق الإنسان يجب أن يعامل كحدث ويفرج عنه